عادت الحكومة الشرعية إلى عدن بعد سلسلة زيارات تفقدية شملت محافظتي حضرموت وسقطرة عودة جاءت بعد أيام من تجشين الحكومة لفكرة الأقاليم والترويج لها خلال تواجدها في محافظتي حضرموت وسقطرة وهي الخطوة التي لا تزال غير واضحة المعالم تنتظر الحكومة في عدن الكثير من الملفات العالقة خصوصا ما يتعلق بإدارة المناطق المحررة واستعادة الدولة وإيجاد حلول لأزمة الكهرباء والرواتب وقبل ذلك المشكلة الأمنية ووباء الكوليرا الذي بدأ في الانتشار في عدد من المحافظات وهو ما دع الحكومة لعقد اجتماع طارئ في قصر المعاشيق أكدت فيه على أهمية توفير عيادات متنقلة لمواجهة الوباء واتخاذ تدابير وقائية تكفل السيطرة على حالة الفوضى الصحية جدول أعمال حافل بالتحديات بانتظار حكومة بندغر فالوضع في عدن مثقل بالأزمات التي لم تلقى حلولا حتى الآن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة